اشتركوا في القناة وعداءات العالم وأعرب سموه عن خالص شكره وعظيم امتنانه لعاهل البلاد المفدة لدعم وتشجيع أبنائه الرياضيين والذي كان له الأثر البالغ في تحقيق العديد من الإنجازات واستضافة العديد من البطولات الإقليمية والقارية والدولية على أرض المملكة مؤكدا سموه بأن الاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع الشباب والرياضة بالمملكة من لدى جلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه ساهم في رقي وتطوير الحركة الرياضية في البلاد والتي انعكست على نتائج الفرق الرياضية المختلفة التي تشارك بمختلف المحافل الخارجية ونجاح المملكة في احتضان العديد من الأحداث الرياضية الهامة وهنأ سموه سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اتحاد دول غرب آسيا لألعاب القوة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوة بنجاح الاستضافة مشهدا بدور سموه في الارتقاء برياضة ألعاب القوة من خلال استضافة مثل هذه الأحداث التي تضع المملكة في بؤرة الاهتمام الدولي الرياضي وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالجهود التي بذلها الاتحاد البحريني لألعاب القوة لتحقيق تلك الاستضافة الرائعة والمتميزة للسباق وما حظي به من مشاركة كبيرة من أبرز عدائي وعداءات العالم وحسن التنظيم وتوفير مختلف عوامل النجاح للسباق الدولي ليعكس ما تتمتع به المملكة من قدرة كبيرة على استضافة الأحداث الرياضية الدولية كما أن أسموه جميع الأبطال أصحاب المراكز الثلاثة الأول في سباق البحرين نصف الماراثون الليلي للرجال والسيدات متمنيا لمن لم يحالفه الحظ التوفيق والنجاح في المستقبل